السلام عليكم. ايه الاخبار يا جماعة عاملين ايه? بما ان اغلبية منشئين المحتوى باستخدام الموبايل في ادارة قناتهم وفي عمل منتاج فاحنا الفيديو ده ان شاء الله هنشرح طريقة عمل منتاج احترافي من الالف الى الياء باستخدام الموبايل. وعن طريق اشهر برنامج لعمل المنتاج في الموبايل. يعتبر رقم واحد دي مش مبالغة من عندي ولكن كين مصدر يعتبر رقم واحد في المنتاج من الموبايل بشهادة الجميع. الفيديو ده هتغير رأيك تماما عن كين مصدر لو انت مجربتوش او الان ان انت تستخدمه. الفيديو ده هنعمل محاكاة لطريقة عمل منتاج. يعني ايه محاكاة? يعني احط لكم فيديو. الفيديو ده هعمل عليه كل الخطوات اللي انا بعملها في فيديوهاتي علشان اطلع الفيديو بالمنتج النهائي اللي انتو بتشوفوه. وكمان ازاي تنزلوا البرنامج برضو هسيب لكم في الوصف. فلو انت ما تعرفش اي حاجة عن كين مصدر او ما استخدمتوش او بتستخدمه وعايز تتوسع فيه حاول تشوف الفيديو للنهاية. وبرضو ان شاء الله انا سيب لكم فواصل بالاجزاء اللي احنا نتكلم عنها علشان انت لو حابب تروح على جزء معين بشكل مباشر هتلاقي برضو الموضوع ده في الوصف. ولكن انا برجح وبشدة ان انت تشوف الفيديو بالكامل علشان تقدر تطلع فيديو احترافي. تقدر تنافس بيه اكبر القنوات. عشان ما نرغيش كتير. يلا بينا على الشرح العملي. اهلا بكم مرة تانية. هنبدأ على طول في الشرح العملي ولكن في البداية حابين نعرف ازاي ننزل تطبيق كين مصدر. قدامك حل من اتنين. يا اما تدخل على جوجل بلاي وتكتب في البحث كين مصدر هتلاقي اول اختيار يطلع لك هتنزل التطبيق بدون اي مشاكل. اما الاختيار التاني وده انا برجحه شخصيا ان انت هتروح على وصف الفيديو ده هتلاقي مكتوب شرح وتنزيل تطبيق كين مصدر. هتضغط عليه هيفتح معك المقالة دي. هتنزل كده اسفل المقالة هتلاقي مكتوب من هنا. هتضغط عليها. هيبدأ يحولك على صفحة ميديا فاير. وهتلاقي مستطيل ازرق مكتوب عليه كين مصدر. هتبدأ تضغط على المستطيل ده. هيبدأ يحمل معاك الملف بتاع كين مصدر بنسخة وينزل معاك يعني في دقايق وتقدر تحمل التطبيق. طبعا ممكن يقولك ان هذا الملف يلحق ضرر بالجهاز والكلام ده. ده لان اي نسخة بتجيب الرسالة دي. لكن الملف امن تماما ما تقلقوش من اي حاجة. انا نزلت التطبيق من نفس الملف ده. هنبدأ نفتحه اهو. هيبدأ يحول لي الشاشة الى الوضع الافقي. انا علشان استخدمت التطبيق قبل كده. فجايب لي هنا على اليمين المشاريع اللي انا اشتغلت عليها. وعلى الشمال جايب لي الاختيارات دي. الاختيار الاول اللي هو الاستور او المتجر بتاع كين مصدر ده. لو انت عايز تنزل بقى خطوط. عايز تنزل مؤسرات. حاجات تانية كده كتيرة. انا هبدأ اشرحها او هنستعرضها اثناء الشرح. اما الاهم ان انت هتضغط على العلامة او الدايرة الكبيرة اللي في النص دي. هتضغط عليها. هيبدأ يجيب لك اعدادات وحجم الفيديو. الحجم الاول اللي هو تسعة الى ستاشر. ده الوضع الافقي. بيجيب لك الشاشة بالعرض. بيجيب لك الشاشة كاملة بالعرض. ودي المقاسات المزبوطة بتاع فيديو اليوتيوب. اما الستاشر الى تسعة ده الوضع العمودي. بيجيب لك كده الشاشة في النص وشمال ويمين بيجيب لك اللون الاسود. وانا مش بفضل ده. اما واحد الى واحد لو انت بقى عايز تعمل فيديوهات للانستجرام والحاجات دي. انا هختار اول حاجة وهعمل علامة صح كده. هيبدأ يفتح معايا دي الوجهة الرئيسية بتاعت الطبيق. الشاشة السودة اللي قدامكو دي دي شاشة العرض. دي تقدر تشوف كل المؤسرات على مقاطع الفيديو اللي انت بتعملها وعلى الصور في البرنامج. يعني دي بتعرض كل حاجة انت بتعملها. اما الشريط اللي تحت ده ده اسمه او الخط الزمني. ده بقى المطبخ زي ما بيقوله. ده اللي بيتم وضع فيه الصور والفيديوهات والموسيقى اللي بيتم فيها كل عمليات المونتاج. وبتبدأ تنسخ وتلصق وتحط مؤسرات وتعمل كل حاجة في الجزء اللي تحت ده. اما الجزء اللي على اليمين ده ده الاعدادات بتاعة الفيديو اللي من خلالها تقدر تجيب الصور والفيديوهات من بتاع التليفون بتاعك وتبدأ تضيف الطبقات والصوت وتسجل وتحط مؤسرات وتحط كتابة والكلام ده كله. اما الشريط اللي على الشمال ده برضو تقدر تستخدمه ان انت عايز ترجع خطوة الورا تعمل او عايز تطلع خطوة لقدام اللي هو اريدو او عايز تعمل يعني للشاشة اللي قدامك بتدوس هنا او عايز تعمل اعدادات المشروع بشكل كامل او عايز تكبر الطايم لاين ده لو عندك تراكات ياما تحت بعضها. طيب اول حاجة هنعملها ان احنا بندوس على العلامة الحامرة اللي في النص دي. انا هجيب لكم كده واحدة واحدة. لو ضغطنا عليها بيبدأ يفتح معاك اختيار ايه? الاختيار الاول مكتوب كاميرا الفيديو. والاختيار التاني الكاميرا. كاميرا الفيديو ده لو فتحتها هيبدأ يجيب لك كاميرا ان انت تسجل بشكل مباشر. اهو. تمام? لو بدأت تسجل اهو. انا كده بسجل اهو. ادي كده اربع ثواني قفلت التسجيل. بيقول لك استخدام او اعادة. لو انا عملت استخدام هيبدأ يجيب لك الجزء اللي انت سجلته ويحطه لك هنا. تمام? طيب انا عايز امسح ده. هيضغط عليه. لحد ما يبقى بالاصفر كده. واعمل حسف من السلة اللي على الشمال دي. اهي. لو ضغطت تاني. دي الكاميرا بقى بيبدأ يفتح لك الكاميرا بتاعتك. لو مسلا انت عندك تطبيق كاميرا او منزل تطبيق اضافي. بيبدأ بقى يسجل لك ويحط لك في الاستوديو. وانت تستدعيه بعد كده. طيب احنا مش هنحتاج دي دلوقتي. احنا هنحتاج ان احنا ننزل او نستدعي فيديو موجود عندنا على استوديو الموبايل. هنضغط على كلمة الوسائط. اهي. ونبدأ نجيب الفيديو. دي كده الفيديوهات والصور اللي عندي. هنخليها فيديو في البداية. ده كده الفيديو اهو. هنا بيستعرض زي ما قلتلكم في الشاشة اللي هي فوق دي. وهنا الطايم لاين او الخط الزمني. هنا على اليمين كده ده الفيديو الوقت بتاعه. دقيقة خمسة وتلاتين سانية. تمام? تقدر تحرك شمال ويمين من هنا. اول حاجة انا بعملها في الفيديو ايه? انا كاي من صفوة. بضغط على الفيديو كده. تمام? وببدأ اضغط على الصوت. اهي. وببدأ اعلي الصوت. عشان منساش لما قطعه كده ما يبقاش جزء واطي وجزء عالي. فببدأ اعلي الصوت وخليه متين. وببدأ اعمل كلمة ضاغط. ده بيدخم للصوت شوية او بيعني بيخلي الصوت اقوى. وبعد كده بعمل علامة صح. اهي. دي كده اول حاجة انا بعملها. تاني حاجة بعملها بضغط على الشريدة تاني. وببدأ اضبط الاضاءة بتاعتي. او اللون بتاع الفيديو. بضغط عليه بيبدأ يفتح معي قائمة جانبية اهي. بنزل تحت. بلايه حاجة اسمها هنا ضد. بضغط عليها. ببدأ مسلا ازود السطوع شوية. شايفين اهو? بخليه مسلا حاجة وعشرين. على حسب بقى الفيديو بتاعك انت. يعني دي كلها ايه حاجات للشرح بس. هنا التبايل برضو بتبدأ تزبط عايز باهة عايز واضح قوي اهو. وهنا تشبع الالوان زي ما انت شايفين لو انت عايز ابيض وسود بتعمل حاجات زي كده. دي برضو الحيوية بتاعة الفيديو وهكزا. تبدأ تزبط الحاجات دي زي ما انت عايز. بعد ما بتخلص بتعمل علامة صح. تمام? في حاجة اسمها هنا. صبغة اللون. لو ضغطت عليها هيبدأ يجيب لي هنا مجموعة من الالوان. اهي. يعني دي نظام فلاتر ومؤسرات. لو انا عايز ابيض وسود. لو انا عايز مش عارف ايه. وتبدأ تتحكم في الدرجة من هنا. كل دي حاجات تقدر تستخدمها. انا هضغط على لا شيء. اهو. كده جاب لي الفيديو زي ما هو. طيب. في ايه تاني بقى في الجنب ده? في حاجة اسمها تحكم في السرعة. انا عايز الفيديو ده اخليه سريع بطيء. لو انا مسلا عايز اخليه سريع شوية. بيبقى من هنا. خليه مسلا واحد ونص. ولكن هيبقى سريع زي على اللزوم. بصوا. لو انا عايز ابطق شوية من هنا. اهو. انا مسلا عايز ازود درجة واحدة. يبقى احنا كده عرفنا نتحكم في السرعة. لو انا عايز اكتمل الصوت خالص بضغط هنا. ولكن انا مش هكتم الصوت. بعد ما زبطت الصوت والصورة وسرعة الفيديو ببدأ بقى اشغل الفيديو من هنا. تمام? وببدأ اشوف الحاجات اللي انا عايز اعمل لها اقتصاص. عايز اقصها. يعني انا مسلا اول مسلا عشر ثواني. تمام? انا الجزء ده انا غلط فيه او ما كنتش لسه حضرت نفسي فعايز اعمل له اقتصاص. ولكن في ملحوظة مهمة جدا وانت بتعمل اقتصاص. ان انت تبدأ تقبر التايم لاين ده. هتحط صبع يمين وصبع شمال وتبدأ تعمل توسعة. كأنك بتقبر صورة بالزبط. اهو. كده هتبدأ تقص بدقة شديدة. يعني لو انت عايز حرف واحد هتبدأ تعمله اقتصاص. هتضغط مسلا على الجزء ده. وبعد كده هتضغط على علامة المقص. هيجيب لك بعض الاختيارات. الاختيار الاول بيقول لك قص الى يسار الاطار. لو ضغطت عليها هيقص لك الجزء اللي على الشمال كله. اللي تحتيها هيقص لك الجزء اللي على يمين كله. تمام? طب احنا عايزين الجزء اللي على الشمال لان ده البداية. كده هو عمل له اقتصاص. طيب. انا مسلا في جزء من الاجزاء ديت انا عايز اعمل له اقتصاص برضو. يعني ولكن جزء في النص. هعمل ايه? هبدأ احدد البداية اللي انا غلطت فيها مسلا او عايز اعمل له اقتصاص. وابدأ اعلم عليها. وابدأ اعمل اقتصاص. وابدأ اختار تقسيم عند الاطار. هضغط عليها كده. وهعمل علامة صحة. وهبدأ امشي كده امشي امشي لحد الجزء يعني الاخير اللي انا عايز واقص من عنده هنا مسلا. وابدأ اضغط تاني. وعلامة المقص. وابدأ اعمل برضو تقسيم عند الاطار. يبقى انا كده اسمت الطايم لاين لتلاتة. هصغر بس شوية كده عشان يبان معانا. اهو. اهو. بقى تلات اجزاء. ده جزء. وده جزء. وده جزء. انا مش عايز ايه? انا مش عايز الجزء اللي في النص. هبدأ اضغط عليه كده ضغطة. وهبدأ احزف الجزء دوت من السلة دي. اهي. هو كده خلاص حزف لي الجزء اللي في النص. وعمل لي دمج بين الجزء الاولاني ده والجزء التاني ده. تمام? اهو. انا فيه بقى اختيار تاني شفته دلوقتي اللي هو في المقص برضو اسمه تقسيم وادراج اطار التجميل. ده ايه ده بيعمل ايه? لو انا ضغطت عليها كده. هو هيجمد لي الجزء ده هيعمله لي يعني ايه فريز? يعني شايفين الصورة هتتجمد. لو انا مسلا الجزء ده عايز اكتب فيه حاجة او عايز اوقف الصورة. اهو. عشان برضو توضح معكم. اهو. وقف لي الصورة دي. تمام? ممكن بقى اصغرها من هنا اكبرها زي ما انا عايز. دي بتبقى صورة سابتة. انا مسلا عايز احط الانترو بتاعي. عايز احطه هنا مسلا في الجزء ده. اعمل ايه? هضغط على كلمة الوسائل التاني. اهي? وهبدأ مسلا اختار الانترو. اهو. كده حطي لي الانترو هنا. انا مسلا عايز اخلي الانترو بعد الجزء ده. بابدأ اضغط عليه. وابدأ احرك بيتحرك معي اهو. في بقى علامة زائد لو تلاحظوا بتظهر بين الفواصل. طب دي ايه? لازمتها? دي لو انت عايز تضيف مؤثر بين المقطعين. عشان الاقتصاص ما يبنش مسلا. او يبقى فيه شكل جمالي بين الجزء ده والجزء ده. تعمل ايه بقى? تضغط على علامة الزائد دي. هيبدأ يجيب لك هنا حاجات كتيرة هي. مسلا على سبيل المثال لو انا عايز تحويلات سلاسية الابعاد. انا مسلا عايز العلامة دي او شرائط دي. اهي. شايفين? عايز دي مسلا. اهي. وبتبدأ تتحكم في السرعة بتاعتها من هنا. يعني دي كده اسرع نص هي. دي ابطأ واحد ونص ابطأ قوي. اهي. تبدأ بقى تعمل الحاجات اللي انت عايزها من خلال علامة الزائد دي. بتلاقي حاجات كتيرة بقى تبدأ انت تختار اللي انت عايزه منها. مسلا على سبيل المثال دي. اهي. يعني هنشغل. طيب لو انا بقى دلوقتي عايز اضيف العلامة اللي هي بتاعة اللايك والسبسكرايب والحاجات اللي اللزيزة دي. هعمل ايه? هضغط على كلمة طبقة. وهضغط على الوسائط. انا كده هضيف طبقة تانية للفيديو. او هضيف فيديو اضافي. اللي هو عبارة عن الكرومة الخضرة. على سبيل المثال هضيف ده. تمام? طبعا انا سيب لكم في الوصف برضو مقالة فيها كل الكرومات اللي انا بستخدمها. تقدروا تنزلوها برضو. هتلاقوها عن طريق ميديا فاير. هو كده فتح لي الصورة اللي انتو شايفينها ديت. ممكن اصغرها شوية هي. وابدأ احطها في الجن. طيب. اعمل ايه بقى تاني? بمجرد ان انا بضغط عليها بيفتح معايا قائمة جانبية. والقائمة ديت فيها حاجة اسمها مفتاح الصفاء. مفتاح الصفاء ده لو ضغط عليه. وعملت تمكين. بيبدأ يخفي لي الخضار او العلامة الخضرة ويبدأ يسيب لي الجزء ده بس. ابدأ بقى انا هنا الجزء الاول ده هبدأ مسلا اغمق شوية افتح. والجزء التاني برضو او الشريط التاني اللي تحت. هبدأ اتحكم في اللون. يعني مسلا هنا فيه لون اغضر لسه باية. هبدأ اسعب كده. كده اللون اختفى معايا اهو تمام. هبدأ اشغل اهو. تمام. طبعا الصوت رفيع جدا لان انا اعمل السرعة. يعني هنخليها واحد زي ما هي. عشان الصوت كده مسخرة بصراحة. كده الزبط. فيه بقى حاجة تانية ممكن نقدر نعملها في الفيديو بتاعنا ان احنا نفصل الصوت بتاع الفيديو عن الصورة. طب هنعمل الموضوع ده ازاي? هنضغط على التايم لاين ده. وهنبدأ ننزل تحت كده. هنلاقي حاجة اسمها استخراج الصوت. لو ضغطنا عليه. هيبدأ يستخرج للصوت. طلع للصوت خالص بتاع الفيديو. انا ممكن بقى احزف الصوت ده خالص من هنا. اهو. كده الفيديو اصبح بدون صوت. الناس بقى اللي بتعمل الفيديوهات بقى طبخوا واعمال يدوية واشغال يدوية وحاجات زي كده. وبتبقى مسجلة فيديو صامت او فيديو في حاجات او اصوات مهم ما مش عايزينها. ممكن يفصلوا الصوت الاساسي بتاع الفيديو. ويبدأوا يعملوا حاجة جميلة جدا. اللي هي ايه? يسجل صوت جديد من هنا. لو ضغطنا على كلمة صوت. وضغطنا على كلمة البد او ابدأ اهي. يبدأ فيه صوت دلوقتي بيبدأ يتسجل اهو. تمام? شايفين العلامة حتى? اهو. عملنا اقاف. نجرب تاني. انا عايز اعليه برضو هعمل نفس الخطوات هبدأ اعلي من هنا واعمل كده. يبقى انا كده عليت الصوت. تمام? بالنسبة للموضوع الصوت هن يعني هنتكلم عليه شوية. لو انا عايز مسلا الصوت ده اعمل له حاجة اسمها تردد. تردد ده فيه حاجات كتير. ولكن خلينا يعني نعمل في الصوت الاصلي. هنعمل اندو من هنا. عشان اجيب بس الصوت الاصلي. هنبدأ نضغط على الصوت وهنضغط على كلمة تردد. ده بقى بيجيب لي مسلا عايز صوت الحماهم. يعني بيجيب لي مسلا ان فيه تردد كده في الصوت شايفين? عايز مسلا صوت كهف صوت مش عارف كنيسة صوت قاعد تأخير. تردد الربيع. عشان. على المحتوى اللي انت بتحب. يعني ما تشتغلش على اي محتوى. وهكزا. ده بالنسبة للتردد. طب فيه حاجة تانية اسمها مغير الصوت. تردد بس هنخليه عادي. و هنجيب تردد او هنجيب مغير الصوت. ده ممكن بقى يتغير النبرة بتاعت الصوت. ممكن تعمل بقى اي صوت انت عايزه. اهو. عايز تعمل صوت طفل. امرأة. ده بالنسبة لمغير الصوت. طيب ايه تاني ممكن نعمله للصوت? هنا في حاجة اسمها انشوطة. انشوطة دي لو نشطناها. ممكن نعمل تمديد لنهاية المشروع. يعني انا مسلا ضيف والميوزيك ديت مسلا جاية لحد نص الفيديو. لو انا عملت تمديد لنهاية المشروع هتبدأ تجيب لي لنهاية الفيديو تاني. يعني الصوت هيبدأ يتكرر تاني. تمام? ده بالنسبة للانشوطة دي. ده كده احنا هيعتبر خلصنا الصوت. فيه برضو هنا في حاجة اسمها مظروف الحجم. دي بتتجاب ازاي? هنضغط عليها. هنضغط على العلامة دي. لو انا مسلا عايز جزء معين من الفيديو صوته ينزل لتحت. هعمل ايه? هضغط على العلامة دي. هيبدأ يجيب لي دايرة حامرة هي. وهبدأ احرك. هضغط عليها تاني. جاب لي دايرة تانية. هبدأ مسلا اعمل كده يبقى انا قللت الجزء ده. لو عايز تاني مسلا اهو. يبقى انا خفيت الصوت اللي في الجزء ده. زي ما انتم شايفين اهو. المحتاج اللي انت بتحبه وهتجعلش وجودك في منصة اليوتيوب بهدف آآ مادي فقط. وطى الصوت خالص. تمام? هنغير بس الصوت نخليه عادي زي ما دا بالنسبة للحركات كلها بتاعة الصوت. في بقى هنا راديو ومش عارف ايه وهب هب ورك. حاجات كتيرة بقى انت تقدر تزبط في الصوت زي ما انت عايز وتلعب في الصوت زي ما انت عايز. ازاي بقى نقدر نضيف اللوجو بتاع القناة على الفيديو بتاعي. هاجي كده على اول الفيديو. وهبدأ اضغط على كلمة طبقة. وهضغط على الوسائط. وهبدأ اختار الصورة بتاعة اللوجو بتاعي. اهي زي ما انت شايفين الصورة بدأت تتحرك اهي. حتى معك لو الصورة دي مسلا بيضة او اي لون انت يعني لو مش مفرغة بصيغة بي انجي. ممكن تبدأ تغيرها بمفتاح الصفاء. ولكن الصورة معايا مفرغة. هنبدأ نصغر الصورة اهو. ونبدأ مسلا نحطها في الجنب ده. زي ما انت شايف. هنا طبعا الصورة تحطت في لوحده. ولكن زي ما انت شايفين في الجزء ده بس. هتبدأ تاخد الصورة وتمشي بيها للاخر. اهو. ممكن تصغر شوية عشان الدنيا تبان معاك. اهي. كده الصورة هتظهر معاك في الاخر. طيب الصورة دي انت عايز تخليها تتحرك. في الداخل بتاعتها تتحرك. في حاجة اسمها رسوم متحركة داخلية. لو ضغطت عليها هيبدأ يجيب لك مجموعة من الاختيارات او الرسوم الداخلية هنا على سبيل المسال التلاشي. الانبساق. تمرير لليمين. واخدين بالكم. اهو. يعني الصورة اول ما تبدأ هتبدأ مسلا تمرير من الاعلى. او هتيجي كده. اهي. هنبدأ نشغل اهو. معكم اخوكم اي من صفق من قناة على الاستفادة. تمام? طيب. هنا خلاص يعني الفيديو شغال. انا بقى عايز احرك الصورة دي اسناء الفيديو نفسه. يبقى اروح على تاني اختيار اللي هو التعبير. هضغط على التعبير. بيبدأ يجيب لي مجموعة من الاختيارات. تردد مسلا. نبض. توطر الارسال. ينبوع. عائم. مسلا دي عائم دي يا سبا. اه ما دي فقط يعني ما تعملش قناة يوتيوب او ما يبقاش شغلك الشاغل. بتتحرك اسناء الفيديو طيب. انا كده خلصت الخروج بتاعها بقى. او يعني بعد ما تنتهي ايه اللي يحصل? في عايز ما هناك? رسوم متحركة داخلية. وبعده نفس الفكرة بتعمل بقى تمرير لليمين او تلاشي. ودي المدة الزمنية اللي التمرير بيحصل فيها او الانيميشن بيحصل فيها. عايزه بطيق عايزه سريع زي ما انت عايز. لو انت عايز تضيب فيديو فوق الفيديو ده. يعني انت لو عايز ادي فيديو اهو. عايز تضيب فيديو تاني فوق ايه? الجماعة اللي بتعمل ري اكت وكده. من طبقة برضو. طبقة دي ان انت بتضيف طبقة تانية على الفيديو الاصلي. لكن الوسائط دي بتضيف في الطايم لاين الاولاني. دي الطبقة الاساسية. فكل شغلي انا على الطبقة دي. تمام? بعمل وسائط وببدأ مسلا اضيف اي حاجة انا عايز اي فيديو بقى صغير مسلا الفيديو ده. اهو. شايفين بقى هيبقى ظاهر في جزء هنا. انا عايز مسلا اعمله اقتصاص. هبدأ اعمل اقتصاص اهو. وهبدأ مسلا اقص بجزء ده كده. وده كده وده كده. وهبدأ احطه في الجنب ده. اظن كده واضح. اهو. طبعا الصوت بتاعه هيبقى فيه صوت ممكن اكتم الصوت. اعمله كده. يبقى انا كتمت الصوت بتاع الطبقة التانية. طيب ايه تاني ممكن نعمله فيه طبقة. طبقة دي مليانة حاجات. لو جينا على كلمة تأسير لو ضغطنا على كلمة تأسير وجبنا التأسيرات الاساسية. ممكن اعمل حاجة اسمها التمويه الضبابي. ان انا اعمل تمويه على الفيديو زي ما انتم شايفين اهو. اعمل نزام ضباب. في جزء معين انا عايزه. مسلا مش عايز اخلي الجزء دايبان. دي بقى بتبقى في الشرحات بتبقى اكتر. وبعمل على الاعدادات. وببدأ اغمق وفتح زي ما انا عايز. يعني كده مش بان خالص. كده يعني ضباب شوية. زي ما انت عايز. بالنسبة للطبقة تاني برضو لو ضغطنا على تأسير. هنا التأسير التاني اللي هو فساي فساء ده. اسمه غريب شوية. بقى من نظام نغماشة كده عليها. برضو ممكن تتحكم في الدرجة بتاعتها من هنا. تمام? والاعدادات برضو ممكن تغمقها شوية. تفتحها شوية زي ما انت عايز. عايز تخفي جزء من الشاشة. رقم معين. حاجات زي كده. بتبدأ تستخدم دي. لو ضغطنا على طبقة تاني. في حاجة اسمها سطح الفيديو. سطح الفيديو بقى ده في حاجة اسمها الملصقات. لو ضغطنا على الملصقات هو موفر لك مجموعة من الملصقات هنا. لو انت مسلا عايز تظهر ملصق زي ده. اهو. طبعا دي حاجات مفرغة بصيغة بي ان جي. وانت بتتكلم مسلا عايز تظهر حاجة زي كده. لو انت عايز مزيد من الملصقات هتعمل ايه? هتضغط هنا الحصول على المزيد. هيفتح معاك المتجر اللي احنا قلنا عليه. ده مليان بقى يعني مليان من خيارات اللي هنا في حرقات في يعني دي مسلا حاجة زي كده دي ممتازة تقدر يعني تلعب فيها زي ما انت عايز. لو عملت لها تنزيل هتبدأ تنزل معاك اهي. كده اتثبتت ونزلت هنا. دي كده حاجة اسمها رادار. اهي زي ما انتشايفين. ادي كده الملصقة هو الضاف. وغالبا بيبقى متحرك يعني. هيتحرك معنا. دي حاجات يعني جميلة جدا واحترافية جدا. ما تلاقيهاش في ايه برنامج. خد منها كتير بقى يعني انت التأثيرات دي سطح الفيديو ده لو ضغطت عليها. وضغطت الحصول على المزيد. يعني حاجات لا حصرة لها وحاجات احترافية جدا. هتبدأ تكتشفها بنفسك. هتبدأ تدي لمسة جمالية للفيديو بتاعك. كل الحاجات دي تقدر تستخدمها بسهولة جدا. والحاجات دي متحركة على فكرة. بالنسبة بقى لحاجة اسمها نص. انا عايز اضيف كتابة. يعني انا مسلا عايز اضيف اسمي. اعمل موافق. انا مسلا ده النص اللي انا ضفته اهو. طبعا هو كده باللون الابيض. لو ضغطت على المربع ده. هبدأ مسلا اختار اللون الاحمر. وهعمل صح كده. هبدأ اختار الفونت او نوع الخط. خطوط يامة جدا اهو. طبعا انت هتقول لي ما فيش خطوط بمنتهى البساطة تضغط على المتجر. وهتبدأ تنزل الخط اللي انت عايزه. ادي كده يعمل حاجة خطوط عربية اهيه. زي ما انت عايز. ده مسلا. تنزيل. اهو. خط عربي اهو. تعمله اهو. بقى خط شيك جميل جدا. رسوم متحركة. هتبدأ تعمل مسلا انبساق. وهتبدأ بقى تعمل الحركات اللي انت عايزها. التعبير مسلا. ولو حابب برضو تخلي الاسم او الكلام. يعني في جزء اكبر من الفيديو هتبدأ تسحب هنا. عايز تقلل هتبدأ تسحب من هنا. هنا بقى فيه اوبشن كتير جدا بالنسبة للكلام. لو انت عايز تعمل خلفية للنص. اهي. تختار لون الخلفية اللي انت عايزها. لو انت عايز تعمل الخط عريض. حاجات زي كده. طبعا انت هتعيش الخيال في كين مصدر. يعني حاجات احترافية جدا بصراحة. طيب ايه تاني تقدر تضيفه من خلال الطبقة. هنضغط عليها كده. هنلاقي اخر حاجة اسمها كتابة يدوية. تقدر بقى تضيف مسلس. تقدر تضيف آآ مربع. تقدر تضيف علامة السهم. على سبيل المسال انا عايز اضيف العلامة بتاعة الاكس دي. بابدأ اختار اللون الاول من هنا. مسلا عايز اعمل اللون الاحمر. اهو خليها احمر واعمل علامة صح. وابدأ اختار الاكس. اهو. يبقى الاكس ظهرت اهي. عايز اختار حاجة تانية. مسلا العلامة دي. او السهم ده. اهو. خد من ده بقى حاجات كتير جدا هتقدر تشتغل عليها دايرة. حاجات زي كده. طيب في حد بقى بيقول لي انا عايز اعمل فيديو عبارة عن صور متتالية. اعمل ايه? هضغط على كلمة الوسائل دي. وهبدأ مسلا اختار الصور اللي انا عايزها. كده انا اضفت كزا صورة. الصورة هيت زي ما انت شايفين. هتشتغل هيت بشكل متتالي. وهتبدأ بقى تحط اللي انت عايزه بين كل صورة والصورة. تبدأ تحط تأسير الانتقال اللي انت عايزه. بمنتهى السهولة. هيبقى كده. طيب انا عايز اضيف موسيقى بقى هعمل ايه? هضغط على صوتي اللي هي ديت. وهبدأ بقى اضيف اي صوت موجود عندي هنا انا عايزه. انا مسلا محضر موسيقى مجانية. وطبعا هسيب لكم في الوصف ازاي تقدر تجيب موسيقى مجانية من مكتبة اليوتيوب ومن مواقع تانية بشكل مجانا. مسلا الموسيقى دي. عايز اسمعها. بتضغط هنا. عايز تضفها بتضغط على علامة الزائد. الموسيقى بتضاف معاك اهيت زي ما انت شايف. طيب انا دلوقتي عايز اعمل زوم للصورة دي. عايز اكبر حجمها. اعمل ايه? هضغط عليها. وبعد كده هضغط على العلامة دي. وببدأ ازوم كده في الجزء اللي انا عايزه. اهو. وببدأ. اضغط على علامة الصحة. هنبدأ نشغل علشان نشوف الزوم. ده كده زوم اول. طب انا عايز اخلي الصورة كبيرة من من اولها الاخيرة. هاعمل ايه? هاجي على اخل الصورة. تمام? وهضغط برضو عليها كده من الاخر. وهبدأ اضغط على نفس المكان ده. وهبدأ اكبر على نفس الجزء. واعمل علامة صح. اهو. يبقى انا عايز من اول الفيديو يبقى كبير كده. واخر الفيديو يبقى كبير برضو. تمام? اهو. نجرب. اهو. وبالنسبة للزوم برضو لو انا عايز اعمل في جزء من الفيديو. ببدأ برضو اعمل زوم زي ما انا عايز. ولكن لازم اعمل اقتصاص الاول للجزء اللي انا عايز اعمل له زوم. يعني مسلا انا عايز اعمل زوم. من اول هنا كده. لحد هنا. تمام? فانا عملت اقتصاص للجزء دوت. وهبدأ بقى اضغط عليه. وهبدأ اضغط على علامة الزوم ديت. هخليها مسلا في البداية بتاعت الفيديو هتبقى بعرض الفيديو كله. وفي اخر الفيديو. هبدأ اعمل زوم على الجزء ده. اهو. نجي نجرب ونشوف. اهو. تمام? يبقى كده الفكرة بتاعت الزوم اظن ان هي واضحة. اخر حاجة بقى هنتكلم فيها ان انا مسلا مصور فيديو ورايا كرومة خضرة. وانا عايز ازيل الكرومة دي. هعمل ايه? اخر حاجة معنا بقى هنتكلم فيها ان انا مسلا عامل فيديو مصوره بكرومة خضرة. يعني انا ورايا كرومة خضرة. وعايز اشيلها وحط اي خلفية زي خلفية دي مسلا. هعمل ايه? اول حاجة لازم اخليها في عين الاعتبار ان الطايم لاين الاولاني اللي هو بجيبه من الوسائط. يبقى الخلفية اللي انا عايز اخليها ورايا. وبعد كده هعمل اضافة طبقة وحط الفيديو اللي انا عايز اشيل الكرومة منه. اهو. على سبيل المثال ده. تمام? هبدأ بس اكبر الصورة دي. تمام. يبقى دي كده الكرومة الخضرة. وهبدأ اسحب كده وكبرها. بقت بعرض الشاشة كلها. وهبدأ اضغط على ايه? مفتاح الصفاء. وهعمل علامة عليه. وهبدأ بقى ازبط في الاعدادات اللي انت شايفينها ديت لحد ما يزبط معايا الكرومة. السلام عليكم. السلام عليكم. ممكن بقى تكبر زي ما انت عايز تصغر اهي. تقدر تتحكم فيها زي ما انت عايز. كده تمامي اعتبر احنا غطينا كل حاجة بالنسبة لبرنامج كين مصدر او اهم الحاجات. يعني انت طول ما انت شغال في البرنامج هتكتشف حاجات اضافية. انا بقى خلصت المشروع بتاعي وعايز ارفع الفيديو دوت واخليه على شكل فيديو. هعمل ايه? في هنا فوق على اليمين في العلامة ديت او السهم اللي طالع فوق. هضغط عليه كده. وهبدأ اختار الجودة او الدقة من هنا. انا بالنسبة لي بخليه فول اتش دي الف تمانين. اللي هو ده. بخليه تلاتين فريم. وبخلي ديت بين العالي والمنخفض. كل ما خلت دي منخفض كل ما الجودة قلت كل ما خلته عالي كل ما الجودة زادت. ولكن بيعلي الميجا وبيعلي المساحة بتاعته. فانا انا بخليها للنص او قريب من المنخفض شوية. وبيطلع معايا كويس جدا. وبعد كده بضغط على كلمة تصدير. بيبدأ يكتب لي هنا جاري تصدير المشروع. وبيبدأ ينزل معايا على الستوديو. وابدأ استخدمه وانزله على اليوتيوب او على الفيسبوك او اي مكان انا احبه. بتمنى ان يكون الفيديو نال اعجاب حضراتكم. ولو انتو شايفين ان احنا يعني بزلنا مجهود في الفيديو ده. ياريت اه يعني ما تبخلوش علينا باللايك. ولو انت لسه مستمر معايا لحد دلوقتي اعرفني في التعليقات وقول لي ان انت بطل ولسه مستمر معايا. سلام عليكم.